دكتور نبيل هل فيه عمره مدمن جالك برجله؟ برجله وبكامل قوالة عقلية؟ وقال لها كان عايزة تعالجك؟ قبل ما أقولك على إجابة السؤال ده عايزة أكمل لك حتة اللي بيأخذوا الحاجات المنبهة على الشاب والآيس والكوكاين والحاجات دي لو ما خداش هيحصل إيه؟ طيب؟ هيحسوا أولاً أنه بقى عامل زي الأماشة نايم على النفس على طول مفيش أي مش قادر يرفع إيده من على السرير ما بقاش في أي بنزين أو طاقة هيقدر يتحرك بها آه يا حبيبي بيبقوا حالتهم صعبة فبالتالي بيبقوا عايزة ياخد عشان يقوم؟ عشان يقوم برابع لك فدي العراض يعني أقصد حضرتك تقول أن حالتهم بتبقى صعبة جداً فبنرح عليهم يا جماعة الموضوع يعني هما بيبقوا عاملين زي الميتين فاللوهم وبيبقوا مرمي على السرير مش هيقوم لما ياخد الجرعة بتاعتهم مش هيعرف يتحرك مش هيعرف يتحرك فبيوصلوا الأولاد دول أو البنات دول سواء في المخدرات المواد المنبهة أو المخدرة إنه بيطعط الجرعة من وجهة نظره كعلاج وليس مزاج ثاني بعد فترة من التعاطي بيطعطها كعلاج وليس مزاج ربع مجبر عشان يتجنب الأعراض اللي هو بيحسها لما يبطل يتيجي معاد الجرعة وما ياخدهاش فبياخدها من هذا المنطلب نرجع بقى لسؤالك هل حد يجي لك وطلب العلاج من نفسه؟ بطبعا كتير أصل الإحساس ده مميت جدا إن أنا بقى مرميها ومش قادرة لاقوم ولا أتكلم ولا أشتغل ولا أعمل حاجة بعد شوية ما ومش كل الناس معها فلوس كتير تشتري بيها المخدرات دي طول الوقت بعد شوية الفلوس بتخلص للناس اللي هي على قدها بعد شوية غير إنه يضرب ويقتل ويسرق ويعمل عشان ياخد الفلوس برضو بعد شوية لما يتحبس ويتمرمت ويتبادل ويرجع البيت تاني بتوصل أكيد ليه وقت أنا لازم أتعالج عشان أخلص ما هو ده بيبقى زي بيقيل شبح الموت أتخلص من كل ده بصي هاد زي أقول لك حاجة هو اللي بيحصل إن في ناس أصديق أنواع من البشر ففي ناس نفسها تبطل مش عارف تبطل زي عايزة أوقف مش عارف أوقف زي ده اللي بيجي يقول لك أرجوك الحقني الحقني ده اللي بيجي بيبقى محتاج لقارب واحد من أصحابه أو أمه أو أخوه أو أخته يقول لها أنا عندي مشكلة كذا 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 ومش عارف أحلها ساعدوني أو اللي بيطلب المساعدة ده ما تسيبوش ما تسيبوش أبدا أنا مرة كان جالي مرة واحد أنا لا أنسى هذه القصة شاب وعايز يدخل عندي ومعنديش مكان فاضي فقلت له حبيبي بكرة هيفضل مكان تعال لي بكرة وهدخل قال ل أنا مش ماشي هفضل أعد على الكرب لأن أنا عايز أبطل لوطلات أنا هايخد وأنا مش عايز أخد خلاص لا ما يتسيبش أيوه خلاص قرر ده تعمله مكان أيوه تخلق له مكان لأن ما يتسيبش فإذا في ناس فعلا إجابة على سؤال حضرتك آه في ناس عايزة أطبط